أنا رمسيس الثاني الملك الفرعوني الذي حكم مصر في العصور القديمة ولدت في عام 1303 قبل الميلاد في مدينة منفيس وأخذت الحكم في عام 1279 قبل الميلاد بعد وفاة والدي الملك سيت الأول حياتي كانت مليئة بالإنجازات وتطورات الكبيرة في مصر أولا وقبل كل شيء قمت بتوسيع الإمبراطورية المصرية بنجاح وأجريت حروبا استعراضية في طريقي إلى العظمة أشهر تلك الحروب هي معركة قادش مع الهيتيين حيث استخدمت استراتيجيات عسكرية مبتكرة وكسبت شهرتي كقائد عظيم لكن ليس فقط في المعارك والحروب كانت إنجازاتي تتجلى بل أيضا في مجال البناء والهندسة بنيت معابد أبو سنبل ومعبد كرنك والمعبد الكبير في الأقصر وهي من المعالم التي تشهد على عظمة وتفانيا في خدمة الآلهة وشعب مصر علاوة على ذلك نظمت حملات عسكرية ودبلوماسية لتعزيز سلطتي وتأمينها حدود مصر كنت دائما مهتما برفع مستوى حياة مواطني مصر وتعزيز ثقافتهم واقتصادهم في نهاية المطاف لم يكن رمسيس الثاني مجرد ملك بل كان طائرا فرعونيا يذكر في القصص والأساطير كان رائدا في العديد من المجالات وأسهم بشكل كبير في تراث مصر وتاريخها